المشاهدين هما بيتفرقوا على الفيلم بدأ يجيلهم اقتناعاً أن أنت والنجم الكبير أحمد عز أنت أخوات يعني المشاهد اللي فيها أنت وأحمد عز موجودين الواحد بدأ يحس أن حتى الملامح بتبقوا شبه بعض في المشاهد كلمني على الكامستري بقى واللي بينك والشغل عامل زي وانتوا مع بعض الله أنا عايز أقول لك على حاجة يمكن هو عز نفسه ما عرفهاش وهيتفاجئ بيها لو سمعها دلوقتي أنا كنت ساعات باستنى كده مثلاً أروح قعد بطريقة شبه وشوي الإخوات بيبقى فيه ولهاته دي فالإخوات بيبقى عندهم الحكاية دي وخصوصاً الأخ الأصغر دايماً يبقى بيبقى باصص لأخول كبير على أنه هو القدوة وهو في حكاية الفيلم في الجزء الأولاني أنه ده الأخ الكبير اللي رب أخواته بعدما الأب والأم مات فهو دايماً شايفه هو القدو فأنا ساعات كنت بعملها في التصوير عملتها في الجزء التالي لو تفرجتي على الفيلم وعملتها في الجزء التالي حتى يمكن هتلاقي مشهدين كده بشوف أنا باستنى قبل ما يقولوا يلا هندور الكاميرا باستنى بافضل باصص كده بتطرف في عيني بشوف إيه آخر قعدة يعني عز ممكن بقعد كده شوية قبل التصوير ممكن يروح عامل كده الوضع الأخير الوضع الأخير اللي هيصور بي روح باص عليه وروح قعد شبهه بالظبط أو قريب منه ودي قريبه من البيوت فعلاً بتلاقي العيلة لأخوات كل بقى دي زيبعة عينك بالظبط اللي أنت هي حقيقية فعينك أنت كمشاهدة بتحس بحاجة ممكن ما تاخديش بالك منها أنت يمكن محترفة ومتابعة فأخذتي بالك بس فيه مشاهد ممكن ما يخدش باله منها بس بيحسها بيحس إن آه دول إخوات فيهم روح من بعد بقى وجبهه بالظبط كده